اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا سين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما هنذر آباؤهم فهم خافلون لقد حق الغول على أكسارهم فهم لا يؤمنون إن جعلنا في أعناقهم أخللا فهي إلى الأضغان فهم مقمحون واجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأخشينهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكرى وخشي الرحمن إنما تنذر من اتبع الذكرى وخشي الرحمن بالخيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إننا نحن نحيي الموت ونكتب ما قدموا وآصرهم وكل شيء أحصينه في إمام مبين وضرب لهم عسلا أصحاب الغرية إذ جاءها المرسلون إذا أرسلنا إليه مسنين فكذبوهما فعززنا بالسالس فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم مرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تضيرنا بكم لإن لم تنتهوا لنرجمنكم ولا يمسلكم من نذاب أليم قالوا طائركم معكم أإن ذكرتم بل أنتم قوم مصرفون وجاء من عرص المدينة رجل يسعى قال يا قوم التابع المرسلين التابعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فضرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بذر لا تغني عني شفعتهم شيئا ولا ينقذون إني ذن في ضلال مبين إني آمنتم بربكم فأسمعون قيل دخل الجنة قال يا ليت قوم يعلمون بما خفرني ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جود من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة وحدة فإذا هم خامدون يا حصرة على العباد ما يعدهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جمعوا لدينا محضرون وآيات لهم الأرض الميتة أحيينها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنة من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من سمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزوج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفوسهم ومما لا يعلمون وآيات لهم الليل نسلاح منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر الله ذلك تقدير العزيز العليم والقمار قدرناه منازل حتى عاداك العرجون القديم للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلاك يسبحون وآيات لهم أننا حملنا ذرياتهم في الفلك المسحون وخلقنا لهم من مثليه ما يركبون وإن نشع نخرئهم فلا صرخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا ضيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تاتيهم من آية من آية ربهم إن لكانوا عنها مؤردين وإذا ضيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أندعموا من لو يشاء الله أدعمه إن أنتم إلا في ظلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة وحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخا في الصور فإذا هم من الأجداس إلا ربهم ينصلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقادنا هذا ما وعد الرحمن وصلق المرسلون إن كانت إلا صيحة وحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلمون أخصهم شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في سبول فاكهون هم وأزواجهم في الضلال على الأرائك مكتاكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يبدعون سلام غولا من رب رحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون ألم أهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن يعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كسيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون يصلواها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لدمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنا يبسرون ولو نشاء لما سخناهم على ما كانتهم فما استضعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق عفلا يحضلون وما علمناه الشعر ومن ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينظر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أننا خنبنا لهم مما عملت أيدينا أنعما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها رقوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتأخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يهزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نذفة فإذا هو خصيم مبين واغرب لنا مسالا ونسيا خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشاءها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضار نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي يخلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يغلاله كن فيكون فسبحان الذي بيده ملاكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم